بتاع الان انا خاف اللي بتسامة دي النهضة وش هنعفنا ابتسم النهضة لا فارحان مش بصرف النظر بس فارحان بالأداء اه بالروح الروح والأداء وهي دي اللي المنتخب مصر بساعة ما كنا بنلعب وقابلها اللي عودنا عليها منتخب مصر صح النهاردة بصراحة في روح غير عادية عند كل اللعيبة اه في مشاكل كتير في خط الظهر وحراس المرمى ايوه ولكن بصراحة كل كان على قلبي راجل واحد كنت شوفه في الدكة شوفه في المدرجات مع صلاح ومع معظم اللعبين اللي برا لعيبة في الملعب قتلت بصراحة واشتغلت بشكل كبير جدا اه فيه اخطاء اه حصلت ولكن اه انا بشوف ان المباراة النهاردة اجابيتها ان الفترة اللي جاية المنتخب ان شاء الله فتقدم لان ده اللي عودنا علي منتخب مصر عارف حضرتك الشوت التاني من مطش غانا عليك نور حسسني ان احنا دخلنا البطولة في الشوت التاني عليك نور هي دي البداية بتاعة منتخب مصر اللي نعرفه عن منتخب مصر صراح صراح اه ممكن يكون الشوت التاني كان ليه دور كبير جدا عند اللعيبة ولكن النهاردة بصراحة مستر فيتوريا كمان كان ليه دور ايوه بتدخلاته الفنية بصراحة طب قولي بقى شوت النهاردة المبرز زي فنية يعني احنا قبل ما يخش فينا الجول الجول كان صدمة علينا اللي بتا شوت الاول ده عشان كنا مشين كويس ايو الزبط اخدنا الجول ده وتتخضينا كل ده خلي بالك يعني من الحاجات السلبية المنتخب ان انت في ثلاث مباريات يخدش فيك ست جوان صح كتير اوش ودي كتير جدا على منتخب مصر صح محترامل تلاف فرقة اللي احنا لعبناهم ما بتلعبش مثلا الفرقة الكبيرة تلعبش سنجيريا ولا مغرب ولا جزائر ولا تورس برضو كل الفرقة دي كلها ولا حتى نيجيريا فكل الفرقة دي انه يخدش فيك ست جوان في ثلاث مباريات وانا كنت الحلقة اللي كنت معاك ورتيلك انا اشك ان الشناوي مصاب اشك لاني تحركات الشناوي وخروج الشناوي من مرمى والتزداد بتاع الشناوي تحركاته في المرمى مش هو الشناوي ايوه من اقل البطولات او اقل المطشات اللي لعب على الشناوي الشناوي لا خلاف عليه رقم واحد في مصر لا خلاف عليه ولكن هو جاهز وهو جاهز خططا كمان خط الظهر انا اشوف ان محمد عبد المنعم اللي عدنا نشيد بيه بشكل كبير جدا مش هو في البطولة دي محمد عبد المنعم فهما تيجي تمسك اللعبة كافراد اللعبة اللي انت كنت بتعتمد عليها بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي او في خط الظهر او منتخب مصر كانوا اساس وقوة مدينة قوة كبيرة جدا جدا